أكثر مؤسسة نشطة في العراق هي المؤسسة الأمنية بمختلف فرعها وأكثر مكان مكتظ هي السجون والمعتقلات المكان الذي تقلب فيه الحقائق وتغيب فيه العدالة ويقام فيه من حفلات التعذيب والإذلال ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر السجون المكتظة باعتراف الحكومة لم تعد تتسع لأعداد إضافية ووسط جائحة كورونا تزداد الأمور تعقيدا وتفشى الوباء فاتكا بمئات سجناء بين وفيات وإصابات ولا تقف المصيبة عند حد الظروف الصحية السيئة بسجون بل تتعدها إلى استمرار عمليات التعذيب بمختلف الوسائل لدرجة إجبار المعتقل على التلفظ باعترافات وهمية لجرم لم يرتكبها لكن شدة التعذيب والإهانة وتهديده بإذاء أهله يدفعه إلى هذه الاعترافات أمام قضاة لا يعرفون عن العدالة شيئا وتمنعهم نفوسهم مريضة من نطق كلمة الحق السجون في العراق على نوعين منها جنائية تترك حرية إدارتها للمسؤولين من الصف الثاني الذين يستثمرونها ماليا عبر الرشاوة التي يتقاضونها من أهل المعتقلين لتخفيف حكمهم أو إطلاق سراحهم أما نوع الثاني وهو الأشد خطورة السجون السياسية وتلك من نصيب معتقلين رأي وأهالي المدن المكوبة وأخيرا أضيف إليهم معتقل تظاهرات ثورة تشرين وتدار هذه السجون من قبل القيادات النفذة المرتبطة بإيران وتعد خارج حسابات الحكومة نفسها وتضم مئات الآلاف ممن لا يزال مكان اعتقالهم أو مصيرهم مجهولا ولا يعرف عنهم شيئا إلا أنهم المغيبون قصريا مسالخ بشرية مشرعة للحالمين بالحرية والمناضلين لبناء الوطن في حين يعتل المجرمون الحقيقيون عرش الحكم ويتحكمون بمفاصل الدولة ترجمة نانسي قنقر